عزائنا طلبة وطالبات الصف 11 العلمي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الأحياء وهو البناء الضوئي الجزء الثالث نستعرض في هذا الدرس أحد التراكيب الهامة في عملية البناء الضوئي وهو الأنظمة الضوئية أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أولا يحدّي التركيب معقد النظام الضوئي فائق التركيب ثانيا يوضح آلية عمل معقد النظام الضوئي فائق التركيب مفردات الدرس معقد النظام الضوئي فائق التركيب Auto System Super Complex معقد المستقبل الضوئي Light Harvesting Complex معقد مركز التفاعل Reaction Center Complex النظام الضوئي الأول Auto System 1 ويرمز له بالرمز PS1 النظام الضوئي الثاني Auto System 2 ويرمز له بالرمز PS2 نبدأ درسنا اليوم بمراجعة ما تعلمته في الدروس السابقة من خلال السؤال التالي يوضح المخطط التالي مراحل عملية البناء الضوئي التي تحدث في البلاستدات الخضراء في النبات دقيق جيدا ثم أجب أولا مستعينا بالمخطط أكتب المعادلة الكيميائية العامة لعملية البناء الضوئي يجب أن تحدد أولا بداية المخطط ثم حدد المواد الداخلة والمواد الناتجة منه لاحظ أنه لا يعتبر المركب ناتجا نهائيا من التفاعل إذا تم استخدامه بعد تكوينه والآن ما هي المعادلة العامة لعملية البناء الضوئي؟ أحسنت تحتاج عملية البناء الضوئي إلى كل من الماء وثاني أكسيت الكربون لبناء الجلوكوز وينتج الأكسوجين أيضا كناتج ثانوي من هذه العملية يحدث ذلك في وجود طاقة الضوء وبالتأكيد صبغة الكلوروفيل الموجودة في البلاستدات الخضراء في النبات لا تنسى وزن المعادلة كيميائيا وبالتالي يكون لدينا 6 جزيئات من الماء و6 جزيئات من ثاني أكسيت الكربون لبناء جزء واحد فقط من الجلوكوز و6 جزيئات من الأكسوجين ثانيا مستعينا بالمخطط عدة مراحل عملية البناء الضوئي بالفعل تحدث عملية البناء الضوئي على مرحلتين المرحلة الأولى هي التفاعلات الضوئية والتي تعرف أيضا بالتفاعلات المعتمدة على الضوء والمرحلة الثانية هي التفاعلات اللا ضوئية والتي تعرف أيضا بالتفاعلات غير المعتمدة على الضوء وأخيرا استعين بالمخطط لتحدد مكان حدوث ونواتج كل مرحلة من مراحل عملية البناء الضوئي ثم سجل إجابتك من خلال الجدول التالي لاحظ المخطط جيدا تحدث التفاعلات الضوئية في أغشية الثايلوكويت بينما تحدث التفاعلات اللا ضوئية في السترومة والتي تعرف أيضا باللحمة نلاحظ هنا نواتش كل مرحلة على حدة نجد أنه ينتج من المرحلة الأولى جزيئات الـ ATB عملة الطاقة اللازمة للتفاعلات الحيوية وناقلات الإلكترون NADPH وجزيئات الأكسجين الحر بينما ينتج من التفاعلات اللا ضوئية سكر ثلاثي الكربون يرمز له بالرمز BGAL كما ستدرس لاحقا والآن لنفكر معا لماذا تحدث تفاعلات المرحلة الأولى التفاعلات الضوئية في أغشية الثايلوكويت للإجابة على هذا السؤال نحتاج لمراجعة ما لدينا من معلومات عن التفاعلات الضوئية في التفاعلات الضوئية يتم تحويل طاقة الضوء إلى جزيئات الطاقة الحيوية الـ ATB اللازمة للتفاعلات اللا ضوئية لفعل ذلك يحتاج النبات إلى مركبات خاصة تمكنه من امتصاص الطاقة الضوئية أولا حتى يتم تحويلها لاحقا إلى جزيئات الطاقة الحيوية الـ ATB نحن نعرف الآن أن المركبات التي تقوم بامتصاص طاقة الضوء في النبات هي أحسنت إنها صبغات البناء الضوئي والآن هل يمكنك ربط هذه المعلومات معا واستنتاج لماذا تحدث التفاعلات الضوئية في أغشية الثايلوكويد أحسنت بارك الله فيك لا بد أن صبغات البناء الضوئي توجد في أغشية الثايلوكويد وبالتالي تكون الإجابة الصحيحة هي لاحتواء أغشية الثايلوكويد على صبغات البناء الضوئي التي تقوم بامتصاص الطاقة الضوئية اللازمة لعملية البناء الضوئي في الواقع توجد صبغات البناء الضوئي في أغشية الثايلوكويد داخل ترتيب يسمى معقد النظام الضوئي فائق التركيب كما تلاحظ في الشكل التالي الذي يوضح تركيب معقد النظام الضوئي ووجود جزيئات الصبغة فيه تعتبر الأنظمة الضوئية معقدات بروتينية منغرسة في أغشية الثايلوكويد يتيح لنا هذا المقطع تصور مكان وجود الأنظمة الضوئية داخل الخلايا النباتية فها نحن ندخل إلى البلاستيد الخضراء ونلاحظ أقراص الثايلوكويد المتراصة داخل اللحمة يمكنك ملاحظة وجود العديد من المعقدات البروتينية منغرسة في أغشية الثايلوكويد كما يمكنك تمييز هذا المعقد الذي درسته في عملية التنفس الخلوي وهو معقد ATP Synthase الذي يقوم ببناء جزيئات الـ ATP من خلال التفاعلات الضوئية لاحظ هنا وجود معقدات بروتينية أخرى بجوار معقد ATP Synthase أحد هذه المعقدات هو معقد النظام الضوئي فائق التركيب نتعرف الآن على التركيب الدقيق لمعقد النظام الضوئي فائق التركيب يتكون معقد النظام الضوئي فائق التركيب من منطقتين معقد بروتيني منطقة معقد المستقبل الضوئي وكما تلاحظ يوجد العديد من معقدات المستقبل الضوئي في النظام الضوئي الواحد ومنطقة معقد مركز التفاعل المتمثلة في هذه المنطقة كاملة وكما لحظ يوجد معقد مركز تفاعل واحد فقط في النظام الضوئي الواحد وبالتالي يحيط كثير من معقدات المستقبل الضوئي بمعقد مركز تفاعل واحد يحتوي معقد المستقبل الضوئي على العديد من جزيئات صبغة الكلوروفيل يتراوح عددها بين 100 إلى 40 جزء في حين يتكون معقد مركز التفاعل من جزيئي كلوروفيل خاصي ومستقبل للإلكترونات يرمز له بالرمز FES لاحتوائه على الحديد FE والكبريت S والآن اختبئ نفسك السؤال الأول حدد مكان وجود الأنظمة الضوئية في البلستيدات الخضراء إجابة صحيحة الأنظمة الضوئية تكون منغرسة في أغشية الثيلوكويد السؤال الثاني قارن بين المعقدات البروتينية المكونة للنظام الضوئي الواحد طبقا للجدول التالي يحتوي الجدول على اسم المعقد وعدده ومكوناته بالفعل تتكون الأنظمة الضوئية من نوعين من المعقدات معقد المستقبل الضوئي ومعقد مركز التفاعل وماذا عن عدد كل منهما؟ أحسنت يوجد العديد من معقدات المستقبل الضوئي في النظام الضوئي الواحد بينما يوجد معقد مركز تفاعل واحد فقط في النظام الضوئي الواحد وأخيرا مما يتكون كل معقد من هذه المعقدات؟ إجابة صحيحة يحتوي معقد المستقبل الضوئي على صبغات البناء الضوئي ومنها 100 إلى 40 جزء كولوروفي بينما يحتوي معقد مركز التفاعل على جزئان كولوروفي الخاصان ومستقبل للإلكترونات يرمز له بالرمز FES السؤال الثالث استعين بالشكل التالي الموضح لتركيب النظام الضوئي لتحدد رقم كل منه مستقبل الإلكترونات معقد المستقبل الضوئي معقد مركز التفاعل جزئان خاصات من الكولوروفيل لاحظ الشكل جيدا أحسنت يمثل الرقم 2 مستقبل الإلكترونات بينما الرقم 4 يمثل معقد المستقبل الضوئي ويشير الرقم 5 إلى معقد مركز التفاعل والجزئان الخاصات من الكولوروفيل يكونان داخل معقد مركز التفاعل ويشير إليهما الرقم 3 والآن لنتعرف معا على آلية عمل معقد النظام الضوئي فائق التركيب لاحظ الشكل جيدا أولا يسقط الضوء على النبات فيتم امتصاص الطاقة الضوئية بواسطة جزئات الكولوروفيل الموجودة في معقدات المستقبل الضوئي في النظام الضوئي ثانيا تنقل الطاقة حتى تصل إلى الزوج خاص من جزئات الكولوروفيل في معقد مركز التفاعل يؤدي ذلك إلى تنشيط الإلكترونات في زوج الكولوروفيل الخاص الموجود بمركز التفاعل وتنطلق منه وأخيرا يقوم مستقبل الإلكترونات بالتقاط هذه الإلكترونات النشطة ويمررها إلى سلسلة نقل الإلكترون في غشاء الثايلوكويل لاحظ معي مرة أخرى أولا يسقط الضوء على النبات فيتم امتصاص الطاقة الضوئية بواسطة جزئات الكولوروفيل الموجودة في معقدات المستقبل الضوئي في النظام الضوئي ثم تنقل الطاقة حتى تصل إلى الزوج خاص من جزئات الكولوروفيل في معقد مركز التفاعل يؤدي ذلك إلى تنشيط الإلكترونات في زوج الكولوروفيل الخاص الموجود بمركز التفاعل وتنطلق هذه الإلكترونات النشطة من مركز التفاعل وأخيرا يقوم مستقبل الإلكترونات بالتقاط هذه الإلكترونات النشطة ويمررها إلى سلسلة نقل الإلكترون في غشاء الثايلوكويل يجدر الإشارة هنا إلى وجود نوعان من الأنظمة الضوئية النظام الضوئي الأول والنظام الضوئي الثاني يتبعان نفس آلية العمل التي تم شرحها منذ قليل ولكن ما الفرق بينهما إذن؟ أولا النظام الضوئي الأول يمتص الضوء الذي له طول موجي يساوي 700 نانوميتر ويرمز لجزئي الكولوروفيل في مركز تفاعله بالرمز ب700 بينما النظام الضوئي الثاني يمتص الضوء الذي له طول موجي يساوي 680 نانوميتر ويرمز لجزئي الكولوروفيل في مركز تفاعله بالرمز ب680 بالإضافة إلى أن النظام الضوئي الأول يقوم بإطلاق الإلكترونات التي تستخدم طاقتها لاحقاً في اختزال مركب NADP Plus إلى NADPH في تفاعلات الفسفرة اللاحلقية بينما في النظام الضوئي الثاني تستخدم طاقة الإلكترونات المنطلقة من زوج جزئيات الكولوروفيل بمركز تفاعله في شطر وتفكيك جزئي الماء وسحب الإلكترونات منه وإطلاق الأكسجين وأيونات الهيدروجين كما هو موضح في التفاعل أدنى لاحظ أنه ينتج من الأنظمة الضوئية كلاً من الإلكترونات التي تستخدم طاقتها لاحقاً في اختزال مركب NADP Plus إلى NADPH أيونات الهيدروجين التي سيكون لها دور في بناء جزئيات الATP كما ستدرس لاحقاً والأكسجين الجزئي الذي يطلق للجو والآن اختبئ نفسك السؤال الأول أذكر النواتج الأساسية من الأنظمة الضوئية في التفاعلات الضوئية إجابة صحيحة أولاً الإلكترونات التي تستخدم لاختزال NADP Plus إلى NADPH ثم أيونات الهيدروجين التي تحفز بناء ATP عبر غشاء الثايلوكويد كما ستدرس لاحقاً الأكسجين الجزئي الذي يطلق إلى الجو السؤال الثاني حدد الطول الموجي للضوء الممتصب بواسطة كل من BS1 و BS2 ما هو الBS1؟ أحسنت، إنه النظام الضوئي الأول وبالتالي يكون الطول الموجي للضوء الممتصب بواسطته هو 700 نانوميتر بينما الBS2 هو النظام الضوئي الثاني ويكون الطول الموجي للضوء الممتصب بواسطته يساوي 680 نانوميتر السؤال الثالث حدد مصدر الطاقة اللازمة للتفاعل التالي ما هو هذا التفاعل؟ أحسنت، إنه تفاعل تفكك الماء الذي يساهم في حدوثه النظام الضوئي الثاني وبالتالي يكون مصدر الطاقة لهذا التفاعل هي طاقة الإلكترونات المنطلقة من زوج جزيئات الكولوروفيل بمركز التفاعل الخاص بالنظام الضوئي الثاني والآن، افتح كتابك المدرسي صفحة 33 وأجب عن السؤال الثالث عشر أي مما يأتي ليس موجوداً في النظام الضوئي لدى نبات اليابسة؟ إجابة صحيحة، لا يوجد ATP في تركيب أي من نوعي الأنظمة الضوئية في نبات اليابسة اتجه إلى صفحة 35 في كتابك المدرسي، وقم بحل السؤال السادس والعشرون اذكر فائدة كل مكون من مكونات معقد النظام الضوئي الآتية قم بإيقاف الفيديو، أجب عن السؤال في كتابك المدرسي، ثم أعد تشغيل الفيديو لتتأكد من إجابتك أولاً جزيء الصبغة، يقوم جزيء الصبغة بامتصاص الطاقة الضوئية ثانياً معقد مركز التفاعل، يقوم معقد مركز التفاعل بإطلاق الإلكترونات النشطة بواسطة جزيئي الكولوروفيل الخاص ويتم فيه أيضاً استقبال الإلكترونات النشطة بواسطة مستقبل الإلكترونات وتمريرها إلى سسلة نقل الإلكترون على غشاء الثيلوكويد ثالثاً معقد المستقبل الضوئي، يقوم هذا المعقد بامتصاص الطاقة الضوئية بواسطة جزيئات الكولوروفيل الموجودة فيه وأخيراً مستقبل FES أو مستقبل الإلكترونات الذي يستقبل الإلكترونات أنضشطة من جزيئي الكولوروفيل في مركز التفاعل ويمررها إلى سلسلة نقل الإلكترون على غشاء الثيلوكويد إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته